أهلا بكم مشاهدين بأول حلقة من برنامج البشير شو بين صورتين وبين زمنين تغيرت الملامح إلى الأجمل لكنها لم تتغير الرسالة والتي حملها الإعلامي العراقي الكوميدي الساخر أحمد البشير وعلى مدار عشر سنوات من مسيرته ليصنع إقونة إعلامية عراقية في مختلف دول العالم عبر متابعين بالملايين حامل أسلوبه الكوميدي الساخر إلى العالمية هذا أحمد البشير وعبر برنامج البشير شو الذي انطلق لأول مرة عام 2014 ليصبح الأكثر تأثيرا وشعبية ليس في العراق فحسب بل بين أوساط عربية نجح جون استيوارت العرب كما يصفه متابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر شاشة دي دابليو الألمانية التي يقدم مواسم برنامجه عليها نجح في أن يصنع رسالة إعلام من الكوميديا السوداء أو المقرقة في الضحك كثيرا أحيانا لتعكس مقولة شر البلية ما يضحك ويعكس واقعا مثقلا بهموم عراقية طفح فيها كيلو المظلومين من فساد وإرهاب وحروب ونفوذ بنكهة جريئة وهزلية خرج البشير في عروضه التلفزيونية عن الطابع التقليدي وغرد خارجه سرب الروتين المتداول واقترب أكثر من المواطن والسياسي على حد سواء لكنه فرق بينهما فنقل هموم الأول ووجه نقدا بناء كما يؤكد خبراء الكوميديا للسياسيين أما تشويق الذي يصنعه أحمد في قلوب متابعيه الترقب لموسم جديد من برنامجه الذي يحمل في كل مرة مفاجآت من العيار الثقيل